ثانيا ما هي الطريقة التي يتشكل بها الجن اعلم أخي الفاضل أنه لا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور من صورة إلى أخرى باكتهادهم الشخصي وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات ونوع من الأفعال إذا أفعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى أخرى فيقال إنه قادر على التصوير والتخيل بمعنى أنه قادر على أن يقول قول معين أو يفعل شيء معين ينقله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى وأما أنه يصور نفسه بنفسه فذلك محال لأن الانتقال من صورة إلى أخرى يكون بنقد البنية الجسمانية وتفريق الأجزاء المكونة للجسم وإذا انتقضت بنية الجسم بطولة الحياة فيه واستحال وقوع التغيير إلى الصورة المطلوبة وكذلك القول في تشكيل الملائكة والله أعلى وأعلم